ايه الحلول اللي ما تروحة قدامنا عشان نخرج من هذه المسألة اللي تبدو والله تبدو مسألة خلافية اول حاجة هو اعادة الاسرة الى ان تكون اولى اولويات الزجين يبقى ان الاسرة تكون اولوية لدى الزجين مسألة مهمة جدا تظهر ايه في ان الاسرة اولوية للزجين ان الاتنين يخصصوا للاسرة وقت خاص لا يمس وان الاتنين يخصصوا وقت لسماع الاولاد والوقوف جنبهم لما الاتنين بيجتمع على الاسرة بتبتدي تتفتح ابواب كتيرة جدا 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 للاهداف المشتركة ومعاني مشتركة وبعد كده نبتدي بقى نحط شوية اجراءات بس اول حاجة لازم الاتنين يجتمعوا على ان الاسرة اولوية ليه تجتمعوا على ان الاسرة اولوية لان دهوة البوابة اللي هم دخلوا بيها على الاولاد ولذلك وجعل بينكم بينكم في محيط الاسرة فلازم نرجع نبص للاسرة مرة تانية ايه اول اجراء بعد ما نحط الاسرة اولوية عندنا يساعدنا في ده لازم يبقى فيه مصحة من بين الزجين عن العيوب اللي بيتدايق منها كل طرف عشان يقدروا يسيلوا الموانع ده اسمه الموانع ده اسمه انا دائما بسميه كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان من شعب الايمان اماطة الازة عن الطريق ان كل واحد فينا يعرف ايه اللي بيدرق شريك حياته ويتجنبه ده اماطة الازة عن الطريق تاني حالة نبتدي نفكر في الاعمال المشتركة بيننا الاعمال المشتركة بيننا زي احنا بنحب ايه نعمله مع بعض بنحب نقرأ بنحب نتعلم بنحب نتناقش بنحب نتعرف على الأشياء الجديدة بنحب ان احنا نفكر فيه الجديد في حياتنا ونبتدي نكسف الاعمال المشتركة اللي احنا بنعملها مع بعض تالت حاجة ممكن تساعدنا جدا التواصل الجيد والتخلص من التراكمات السلبية بيبع عندنا اجراء بنعمله كده لطيفة اوي اوي بنشير اليه فيه الارشاد الزواجي انهم يعودوا ساعة مع بعض يتكلموا عن كل المشاكل اللي كانت في الماضي الساعة تخلص يقفلوا ده ويرموه ويبتدوا ايه اللي يحصل يتفقوا على ان احنا مش هنفتح الماضي مرة تاني ويه اللي حصل وعن نبتدي نتحاور مع بعض بان كل واحد يفهم التاني ويتفهم ده وفعه ويتفهم احتياجاته ونتفهم ما فيش حوار بيننا الا واحنا خارجين بقدر المشترك بيننا احنا اتنين وين نبتدي نحط معايير لجودة الاداء بتاعنا لجودة الحياة الزواجية بيننا ان احنا لن نتكلم عن الماضي رابع حاجة ان احنا نفكر بشكل انضك في حياتنا ونتكلم عن التغيير السلوكي والاخلاقي ازاي يتم وازاي كل واحد فينا يكون سند للتاني ودعم لي عشان يقدر يوصل لده يا سادة اللي احنا قلنا ده ده مش محاولة للاتحاد مصير محاولة لفهم الجواز بيكون ازاي لما الاثنين يبقى كل واحد فيهم ليه هدف وراح في اتجاه تاني ده مصار يرجح جوازه الى مكانته والى احترامه الى تقديره ما ينفعش ان كل واحد يقدف بمئدافه فنفضل نلف حوالين نفسنا البيت سفينة والبيت مركب ما ينفعش واحد بس اللي يقدف وما ينفعش واحد يصر ان هو يقدف بغير ما يكون على توافق مع المئداف التاني لازم يكون بنا عشان نتقدم الى الامام ونتقدم الامام مش بس من ان اولادنا ينجحوا مش بس ان احنا نجيب ارباح لهذه الاسرة لكن نتقدم الى الامام نحس ان حياتنا مش بتسترسب من ايدينا نحس ان حياتنا ليها ايمة وليها احترام وكمان حياتنا وعاء لسه بنتلقى في السعادة اللي جاية من قوله وجعل بينكم مودة ورحمة ارحموا بعض وحاولوا تتقاربوا لان التقارب هو اللي بيجلب لكم النظر الى قلبه سبحانه وتعالى وتجدوا مودته وتجدوا رحمته وتجدوا وده سبحانه وتعالى بينكم لان الودود اذا كان بين الزوجين فلن يجدوا الا الود يا رب اجعلنا من المتقاربين اجعلنا يا رب ممن يذهبون ليتفقوا فيجدوا مددك هناك اللهم اننا نسألك مددك بحسن التوفيق الى التوافق يا رب العالمين اشتركوا في القناة